طبعاً أجيب ديني 30 سنة ماشي خليهم 20 مفجأة مفجأة النادي الأهلي في ملف المشاركة في البطولة الدوري الأفريقي الناس عرفها بالسوبر ليج طبعاً بيلوح بيلوح واللي ماسك الملف ده المهندس خالد مرتقي بيلوح بالانسحاب من دوري السوبر الأفريقي لأنه للمرة الثالثة بيتواصل مع مسؤولي الكاف واللجنة المنظمة لإدارة البطولة وطالب خمس نقط يتردوا عليه أنه مين اللي هتحمل تكلفة السفر أماكن الإقامة آلية عرض التذاكر فيما يتعلق مباريات الذهاب والعودة ونسهب النادي في الحصول على المبيعات بتاعت التذاكر النادي ياخد منها ديه وليتحضر الفريق ياخد منها ديه وللمرة الثالثة الأهلي بيرسل ده كاستفسار النقطة الأخيرة هي فيما يتعلق بالقائمة والآيحة والعدد والمباريات التبع عاملة زي لكل ده لم يرسل للنادي الأهلي من الأساس فتبطل الأهلي من لوح الأهلي لوح في آخر فيديو كونفرنس جامع المهندس خالد مرتجب بمسؤول البطولة ومنظمين البطولة ومسؤول الكاف أنه بهذا الشكل إحنا مش هنقدر نشترك ببطولة لأن المدير الفني محتاج نردله على بعض الحاجات المجلس الإداري محتاج نردله على بعض الحاجات فيما يتعلق بمعادة التذاكر والمصاريف لأن ده إحنا نتكلم على أرقام كبيرة جدا نتتصرف فيما يتعلق بمعادة الذهاب والعودة خاصة نباراتها لأكون خرج مصر مفاجأة مفاجأة حقيقة بس إذا كونت البطولة الأهلي هي شارك